قنوة التراويح من السنة قنوة التراويح من السنة والنبي صلى الله عليه وسلم ذكره في حديث الحسن لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فعلمه قنوة أن يدعو به في الويتر والسنة فيه يكون قبل الركوع وبعد الركوع لحظه يختلف من قنوة النوازل قنوة الويتر ممكن الإمام بعد القراءة يعني في الويتر الركع الأخيرة قرى قوله والله واحد السنة قوله والله واحد قرىها بعد القراءة مباشرة يدعو ممكن وده اللي رجح الشيخ الألباني قال وهذا الأرجح أو يكون بعد الركوع ركع رفع من الركوع يدعو وبعد ذاك يركع طيب هل الدعاء يقتصر على دعاء القنوة المعروف اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت الدعاء ده يقتصر عليه ولا يزيد الراجح إنه ممكن يقتصر عليه وممكن يزيد ممكن يقتصر عليه وممكن يزيد وصية القحطان بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله شداك يا قحطان